ضبطت الجهات المختصة في حمص 175 كيلو جراما من الحبوب المخدرة مخبأة داخل السيارة على طريق حمص طرطوس ووفقا لمراسل الإخبارية فإن الجهات المختصة وبناء على معلومات دقيقة نفذت كمينا لسيارة شاحنة كانت تتحرك على الطريق الدولية باتجاه محافظة طرطوس وبعد إيقافها وتفتيشها تبين أنها تحمل 175 كيلو جراما من الحبوب المخدرة والتي تقدر بنحو مليون حبة وتم إلقاء القبض على السائق الذي اعترف بأن الحبوب المخدرة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الأرهبية بريف اللاذقية بإطار تنفيذ المهام الممكن لنا ليلا بإقامة حواجز طيارة لمتابعة السيارات العابرة بين محافظة حمص طرطوس اللاذقي تم توقيف سيارة مولا قنوى سوزوكي أثناء تفتيشها لاحظنا وجود حالة ارتباك عند السائق فقمنا بإحضار السيارة إلى مقر العملية بين يدينا أنه يوجد فيها مخابئ سري يوجد فيها كمي كبير من مادة الكبتاكوين تقدر بمليون حبة حوالي 150 كيلو جرام كانت متجهة باتجاه الجماعات الأرهبية في الريف اللاذقي